أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على أهمية الدور الذي تقوم به مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتوثيق العلاقات الأخوية والتعاون والتكامل بين دول المجلس على المستويين الرسمي والشعبي مشيدا جلالته بكل الجهود الطيبة التي يبذلها أعضاء هذه المجالس في الدفاع عن القضايا الخليجية وتوحيد الكلمة والموقف بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا الشقيقة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون وذلك لاستلام على جلالته بمناسبة عقاد اجتماعهم العاشر في مملكة البحرين حيث نقلوا إلى جلالته تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلص تمنيهم لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التطور والازدهار ورحب جلالة الملك المفدى برؤساء المجالس وكلفهم بنقل تحياته وتقديره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته الطيبة لهم بالصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة دوام التقدم والرفعة والرقي معربا جلالته عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في اجتماعهم المبارك لتعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس التشرعية في دول المجلس والمضي قدما نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات من أجل خير وازدهار دول المجلس وشعوبها الشقيقة وأشهد العاهل المفدى بما حققته مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة من إنجازات مهمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تخدم كل طموحات وتطلعات الشعوب الخليجية منوها بإسهامات هذه المجالس مع مجالس الشورى والبرلمانات في الدول العربية في تأكيد العلاقات الأخوية بين الأشقاء والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وبد جسور التعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء من جانبهم أعرب رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدون مجلس التعاون عن جزيل شكرهم وبالغ تقديرهم لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى ما وفرته مملكة البحرين من كافة التسهيلات لإنجاح هذا الاجتماع الذي سيكون بإذن الله خطوة همة لتعزيز هذه المنظومة الخليجية ومسيرتها المباركة مشهدين بدور البحرين الرائد في دعم مسيرة التعاون الخليجي وتطويرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة